السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض على حضراتكم اداة رهيبة في تسريع جهاز الكمبيوتر وهي اداة تقوم بتفريغ الكاش رام اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر فابتستمتع بكل سرعة الرامات اللي موجودة على الجهاز بصراحة من كتر السرعة انا اتصدمت لو حضرتك خابب تعرف هنعمل ده معرض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية قبل ما نبدأ الفيديو بتاع النهاردة كنت حابب ان انا اعلق على اخر فيديو عملته على القناة وهو كان من حوالي ثلاثة ايام هو معرفة آآ نسخة الويندوز بدون ما نستخدم اي برامج لاي نسخة ويندوز موجودة عليه طبعا الفيديو الحمد لله جاب نسبة مشاهدات كبيرة لكن لقيت بعض من التعليقات السلبية من كتير من الاشخاص اللي بيتهموني ان انا محطتش آآ اللي هو رابط تحميل كود معرفة سيريال نمبر الويندوز في سندوق الوصف وقالوا لي ان انت آآ كلام آآ وانت مش حاطط الرابط بتاع التحميل طبعا انا اهو بوري لحضرتك عملي كل اللي انت هتعمله هتضغط هتلاقي رابط التحميل موجود في سندوق الوصف بتاع الفيديو طبعا آآ في ناس فعلا لقت الرابط وحملت وعرفة سيريال نمبر بتاع نسخة الويندوز لكن في بعض من الاشخاص انا مش حابب ان انا اذكرهم قالوا تعليقات غير ظريفة على الموضوع ده هوت لكن انا بالدليل العملي قدي الرابط موجود هو لو ضغطت عليه حضرتك فيفتح معاك على طول اللي هو كود آآ معرفة سيريال نمبر بتاع نسخة الويندوز اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر كل انت هتعمله هتحمله ادي الكود هو هتحمله وتنفس خطوات الفيديو اللي انا آآ ورتها لحضرتك آآ في الفيديو الخطوة الاولى بقى اللي هنعملها عشان نسرع آآ جهاز الكمبيوتر بتاعنا ونستفيد من الكاش رين اللي موجود على جهاز الكمبيوتر بالكامل احنا هنفتح المتصفح بتاعنا وبعد ما نفتح المتصفح بتاعنا هنيجي في اللي هي كانت البحث اللي فوق ديت هنضع رابط التحميل اللي ان شاء الله هضع ه ليك فيه صندوق وصف الفيديو. ياريت طبعا تكون شفت الحتة اللي فاتت من الفيديو عشان تعرف تجيب ازاي رابط التحميل من صندوق الوصف. تضغط على انتر. تمام? وهتنتظر لحديد ما تفتح معك الصفحة رسمية للبرنامج. الميزة في البرنامج اللي احنا هنستخدمه بتاع النهاردة ده. انه هو اللي عمله شركة تمام? هو طبعا اسمه رام ماب. كل اللي انا هعمله هضغط عليه. طبعا هو مساحته صغيرة جدا. يعني ما كملش واحد ميزة. انا انتظر لحد ديت ما يبدأ عملية التحميل للبرنامج. تابع معايا الفيديو. طبعا زي ما حضراك شايف كده. بدأت عملية اه ده ولود. هضغط على بديل التحميل. تمام? البرنامج تم تحميله ما استكملش معايا ثواني. بعد ما حملنا البرنامج هاخده على سطح المكتب بالصورة دية. زي ما حضراك شايف كده اسمه رام ماب. هبدأ افق الضغط اللي هو عليه. تمام كده? وهيبدأ يزهر معايا بالصورة ديت. اللي هو تلات ملفات. الملف ده تستخدمه لو كانت نسخة الاندوز الموجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعت اتنين وتلاتين بيت. والنسخة ديت لو كان جهاز الكمبيوتر بتاعت اربعة وستين بيت. طيب هنعرفه من بعض ازدائي كل انت هتعمله. هتقف على جهاز الكمبيوتر بتاعت وتضغط على اللي هو خصائص وتنتظر لحديث ما تفتح معك خصائص جهاز الكمبيوتر بتاعك وهو ورد لحضرتك نوع النسخة. زي ما حدك شايف كده انا النسخة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي اربعة وستين بيت. لو حضرتك كنت اتنين وتلاتين هتستخدم الملف الاول. لو اربعة وستين هتستخدم النسخة اللي مكتوب عليها اربعة وستين بيت. طيب نرجع بقى مرة تانية للبرنامج بما ان انا النسخة التختي اربعة وستين بيت. تبدأ تضغط على البرنامج وتنتظر لحديث ما يتم فتحه. هتقول له نعم. ابدأ يظهر معي البرنامج بالصورة ديت. لحظات بسيطة لما يحمل البيانات بتاع الجهاز الكمبيوتر. هننتظر لحظات بسيطة ونرجع مرة تانية للبرنامج. زي ما حدرك شايف كده هو قام بتحميل البيانات بتاع الكمبيوتر بتحتي. طيب. في نفس الوقت هواري الحضرتك اللي هي الرامة والاستهلات بتاع الكاشرام الدية. وازا هنعمل عملية تفريغ للكاشرام. كل انت تعمله وتضغط تضغط على اللي هو مدير المهام. تفتح مدير المهام. تمام كده? وبعد كده تروح رايح على حاجة اسمها اللي هي الاداء. تمام? وبعد كده تروح نازل على اللي هو الزاكرة. طيب ما حدرك شايف كده? الزاكرة الفعلية اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي. تمانية جيجا. طيب. الكاشرام اللي مستخدم اتنين آآ وتلاتة من عشرة. يعني دخل على قرب اتنين جيجا ونص. طيب احنا عايزين نفد الكاشرام ده عشان نستفيد بمساحة الرامات والبرامج تشتغل بسرعة اكتر. طيب الكاشرام ده عبارة عن ان هي برامج والعاب بيتم تحميلها تلقائي على جهاز الكمبيوتر بتاعك بمجرد ما تفتحه. كل ده انا عايز اعمله افضي الكاشرام ده عشان استخدم الذاكرة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي بالكامل. استفيد من التمانية جيجا رام. طيب. هفتح برضو مرائب الموارد. وهو ورل حضرتك الحتة ديت عشان برضو تتأكد من الكلام اللي انا بقوله. لحظات بسيطة. طيب حضرتك شايف كده. دي اللي هي الموارد بتاع جهاز الكمبيوتر. هروح انا على الرام. لو لاحظت هتلاقي اللي هو الكاشرام. المساحة بتاحته قد ايه? كل ده اه انا ممكن افراغه واستفيد منه. زي ما حرق شايف كده? حوالي اتنين اه جيجا وتلتميت اه نيجا. فانا عايز افقد اضي الكاشرام عشان استفيد من مساحة الرامات بالكامل. طيب هنعمل ده مع بعض ازاي? تابع معي. كل اللي انت هتعمله هترجع مرة تانية للبرنامج. وتيجي تضغط على اللي هو تمام? وتضغط على الخيار اللي هو الرابع. تمام? ركز بقى معي حضرتك لما انا هعمل عملية ضغط على ونروح نبص على الكاشرام اللي موجود هنا. هنلاقي ان المساحة هتتقلص وتنزل لحوالي حاجة يعني كاميجة. اه هضغط وتابع معي اللي هيحصل. عايزك تركز على المساحة الزرقه اللي هنا. زي ما حضرك شايف كده? المساحة الزرقه تقلصت بالكامل. والكاشرام نزل لمية سبعة وخمسين ميجا. يبقى معنا كده ان الاداة دي اداة فعالة. فيه تخفيض مساحة الكاشرام اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر. زي ما حضرك شايف كده بعد مكانة اتنين جيجا وي نزلت لمية اربعة وخمسين. يبقى انا ممكن استفيد من الذاكرة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي اللي هي التمانية جيجا رام. طبعا ان شاء الله اترك ليك رابط تحميل البرنامج فعل بصندوق الوصف. ياريت بها الناس تعرف ازاي بتجيب رابط التحميل من صندوق الوصف عشان ما يزعلوش منا مرة تانية. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنسناش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.